اشتركوا في القناة السلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته متواصلين في هذا المساء واصفين لكم منافسات وانطلاقات هجن اصحاب السمو الشيوخ السعادة ضمن تحديات مهرجان المؤسس طيب الله ذراه في منافسات مع سن الإذاع في مساء هذا اليوم لنتابع معكم ونصف ما يدور من منافسات وإثارة وتحدي مع هذه الشعارات المنطلقة في تاسع اشواط المسائية جائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة يوغن ستيشن جي ام سي مقدمة في منافسات هذا الشوط شوط اليخص البكار وهنا الستة كيلو مترات الحاضرة في مسار وتحديات هذا المساء نبدأ مباشرة بالتعرف على الاسماء المتقدمة ومع المركز الاول اعسيلة اول الاسماء المدشنة لعالم الإذاعة بشعار سعالة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني بمتقدمة على المركز الاول وبمتابعة حمد بن طالب بن عمارة من يتابع الانطلاق مع المركز الاول بينما نقلتنا الى المركز الثاني من الجانب الاخر نتابع التقدم في هذه اللحظات من الزبارة اللي خذت المركز الثاني من هجن الشحانية وبمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل من يتابعها في عملية التضمير وغيرت الى مقدمة الشوط في هذه اللحظات ناخذ المركز الثالث ونتابع مع ثالث المراكز هذه عذبة مع ثالث المراكز من هجن الغرافة بمتابعة سالم بن عامر المدهوشي مدهوش المضمرين من يتابع عذبة على المركز الثالث نقل مباشرة الى رابع المراكز لنجد الذيبة على المركز الرابع لسعارة الشيخ مشعل بن عبدالله الثاني ويضمرها هادي بن جار الله من يتابعها في هذا المساء وفي هذا الشوط بينما في المركز الخامس مع خامس المراكز نتابع سحابة على المركز الخامس من هجن الشحانية وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية من يتابع انطلاقي وتحدياتي ايضا سحابه على المركز الخامس هذه النتيجة مشاهدين الكرام متابعين في كل مكان للأسماء الخمسة المتقدمة للأسماء الخمسة المتقدمة في اول ندى على مسار هذا الشوط ولكن مشوار الستة كيلو مترات لا زال في البداية في هذا التحدي وفي هذا المسار المسائي الجميل هناك اسماء حاضرة ومنطلقة خلف دائرة الندى بلقطة جميلة من قناة الريان نشاهدها على الكادر السفلي لنتابع كل ما يدور من منافسات وتحديات في هذه الساحة الرياضية الجميلة على ميدان التحدي ميدان الشحانية عودتنا الى مقدمة الشوط والى المركز الاول والى الصدارة الاولى يا سلام يا عذبة يا عذبة اللي غيرت في هذه اللحظات بشعار هجن الغرافة غيرت الامور انتزعت المركز الاول بدأت تسهير بتحديات القمة تحمل لشعار هجن الغرافة ويضمرها المدهش سالم بن عامر المدهوشي من يقدم عذبه على مقدمة هذا الشوط بينما على المركز الثاني من الجانب الآخر اتابع الزبارة من هجن الشحانية مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل من يقدم لنا الزبارة على المركز الثاني وفي ثالث المراكز وصلت الجادل في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري من يقدم الجادل في هذه اللحظات على مستوى المركز الثالث بينما على المركز الرابع في رابع المراكز نتابع التقدم مشاهدين الكرام على مستوى المركز الرابع هذه الوذن يا سلام يا الوذن القادم القادم في هذه اللحظات على مستوى المركز الرابع من هجن الشحانية وبمتابعة الشيب الجابر بن سالم بفران المر من يقدم الوذن على المركز الرابع ناخذ المركز الخامس ومن تراجع تعسيله على خامس المراكز بشعار سعارة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني حمد بن طالب بن عمارة من يتابعها في عملية التضمير والتدريب هذه نتيجتنا مشاهدين الكرام للأسماء المتقدمة والأسماء الخمسة المنطلقة في هذا الشوت ولكن أسماء اقتربت في هذه اللحظات اقتربت وبدأت مشاهدين الكرام مستهدفة الخماسية المتقدمة يا السلام على هذا الشوت في هذا المساء نتابع هذه الهجن العملاقة وشعارات أصحاب السمو الشوخ والسعادة مع سن الإذاع في مساء جميل في مهرجان المؤسس يا السلام على هذا التحدي وعلى هذه المنافسة الحاضرة شوت يحمل الإثارة ويحمل الندية ويحمل المنافسة هنا في هذا المسار الجميل التقدم والاندفاع من الجادل غيرت مباشرة إلى مقدمة الشوت غيرت مباشرة إلى مقدمة الشوت بشعار هجن الشحانية وبمتابعة الشبل جابر بن سالب فران من يتابع من يتابع ويتابع هذه الانطلاق مع الجادل على مقدمة الشوت وعلى المركز الأول بينما في ثاني المراكز المركز الثاني شعار هجن الغرافة بدأ تحرك هناك مع عذبة على مستوى المركز الثاني في هذا المسار الجميل هذه عذبة مشاهدين الكرام من هجن الغرافة مدهش المضمرين من يتابعها في عملية التضمير بينما من الجانب الآخر يا سلامي الزبارة تبغيلها مراقبة من هجن الشحانية بمتابعة البنز جرالة بن محمد بن عقيل من يقدم الزبارة على المركز الثالث وفي المركز الرابع الوذنة ولكن شوف التدخل في هذه الحظات وصلت الدفنة مشاهدين الكرام من هجن الشحانية بمتابعة البنز جرالة بن محمد بن عقيل مده يقدم لنا أحد الأسماء المنطلقة في هذا المساء بينما هناك عسيلة يا سلامي عسيلة تبغي حقوقها المنهوبة تبغي الشوت وتبغي الإثارة عسيلة لسعارة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني حمد بن طالب بن عمارة وصل وصل شعار هجن الشحانية وبقيادة المشاغب يا سلوب الله شوف هذا المشهد الجميل وشوف هذه المنافسة وين بيروح الشوت تابع تابع القلائل من هجن الشحانية والمشاغب أشعل المنافسة في هذه اللحظات ولكن العودة إلى مقدمة الشوت إلى المركز الأول على مشارف بوابة الكيلو متر الأخير والخطير لحظة الانطلاق للفوز إلى الناموس والانتصار القلائل القلائل غيرت انطلقت انطلاق جميلة إلى مقدمة الشوت من هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية عذبا على المركز الثاني بشعار هجن الغرافة مع مدهش المضمرين المركز الثالث نتابع التقدم والاندفاع الجميل في هذه اللحظات من الدفنة من هجن الشحانية مع البرنس وفي المركز الخامس يا سلام أو على رابع المراكز تقدم من الوذنة من هجن الشحانية بقيادة الشبل هذه النتيجة ستمية متر عن خط النهاية ولكن المقدمة القلائل على مقدمة الشوت على المركز الأول عذبا على المركز الثاني على المركز الثالث الدفنة يا سلام تلاثية المقدمة والرباعية مع الوذنة ولكن المقدمة القلائل القلائل من هجن الشحانية انطلقت بالفوز والانتصار انطلقت في اللحظات الأخيرة لتؤكد أنها بطلة في هذا الشوت يا سلام يا سلام التقدم الممتاز والاندفاع الكبير ولكن الزبارة الزبارة تهاجم في هذه اللحظات من هجن الشحانية وصل البرنس وصل البرنس الله غيرت الأمور في اللحظات الزباحة وفي الأمتار الذهبية يا سلام يا سلام يا الزبارة بطلة ونجمة هنا مشاهدي الكرام في هذا المساء بشعار هجن الشحانية وبمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل قدم لنا الزبارة في اللحظات الأخيرة وشنت الهجوم الكبير على ناموس هذا الشوت بينما المركز الثاني من وصلت الدفنة من هجن الشحانية بقيادة البرنس وفي المركز الثالث كان الوصول من القلائل من هجن الشحانية بقيادة المشاغبة من المركز الرابع المركز الرابع وصلت الودنة من هجن الشحانية بقيادة الشوت والمركز الخامس المركز الخامس من نصيب عذبة من هجن الغرافة مع مدهش المدمرين هذه نتيجتنا ولكن ملخص شوطنا الماضي لحظة وصول الزبارة إلى خط النهاية محقق الفوز والانتصار 9 دقائق 14 ثانية 75 جزءا من الثاني تهانين الهجن الشحانية وللبرنس جار الله بن محمد بن عقيل الذي قادلنا الزبارة إلى خط النهاية مع الفوز والانتصار بينما ثاني المراكز وصلت الدفنة في 9 دقائق 15 ثانية 83 جزء من الثاني تهانين والناموس لهجن الشحانية وأيضا للبرنس جار الله بن محمد بن عقيل بينما ثالث المراكز فكان من نصيب القلائل وتوقيتها 9 دقائق 15 ثانية 97 جزءا من ثاني تهانين الهجن الشحانية وللمشاغم محمد بن خالد العطية